جمهور الناد الاهلي زعلانك بشو بيه؟ طب أنا بمناسبة جمهور الاهلي زعلانك لا ببرر ولا حاجة احنا على الستوديو اللي فات قلنا وانتقلنا بما يكفي لكن أنا بتابع عبارات البطولة بيرامدز الزمالك ضربات ترجيح لصالح الزمالك النهاردة بيرامدز وسيراميكا ضربات ترجيح لصالح بيرامدز المباراة الوحيدة اللي انتهت بفوز واضح كانت فوز الاهلي على سيراميكا على الرغم من انه الجميع كان غاضب من الاداء ولكن الاهلي هو الوحيد القادر في الفوز في هذه البطولة حتى هذه اللحظة خليبا الجمهور الناد الاهلي بتكون مقدرة حتى رغم الخسارة لو الاداء كويس ممكن تحايل الجمهور وتحايل جهاز الفن لكن الكيرف كان فيه تراجع شوية جدا من بداية السوبر الافريقي والاداء خاصة ان احنا تقدمنا بركل الجزاء في بداية المباراة للسلام أبو علي وكنا ممكن نحرز الاداء في التاني شوف نشوط التاني كان فيه تراجع كبير وقدر الزمالك يرجع المباراة ولو رحت لركلات الترجيح تبقى العملية 50-50 شوفنا مباراة سيراميكا رغم هدف أول عشر سوان في المباراة مفروض عندك السيطرة عندك المعنويات أكبر شوفنا برضو تراجع كبير وما فيش ضغط عالي وبدأ سيراميكا يمسك وسط الملعب هو الاداء هو الامزاع على الجامير الناد لكن عندنا فرصة النهار يعني حلوة الكرة لما تديك وقت للرد والرد يجي سريعا انت النهاردة تخسر من زمالك في السوبر الافريقي بيجي لك الرد تاني انت بتلعب بالسوبر المصر عشان تقدر تصالح جمهورة جمهور الناد الاهلي تقدر ان شاء الله ربنا الاول لأداء يكون اداء كويس والتوفيق تاع ربنا سبحانه وتعالى والفوز على نادي الزمالك النهاردة يقدر تصالح بيه جمهور الناد الاهلي بالنسبة للكولر المباراة زي دي ما ينفعش ان انا يعني اجازف فيها مباراة اللي فاتت ممكن تحط عنصر تحط اتنين تحط تلاتة نظرا للمنافس اللي موجود تقدر ترجع على المباراة لكن المباراة اللي زي النهاردة بتلعب قدام برضو منافس كبير نادي الزمالك عنده خبرات كبيرة لعبته لعبة كويسة جهاز فني عنده معنايات مرتفعة شوف ارجع على الماتشين اللي فاتوا اخر ماتشين اهلي وزمالك هتلاقي السوبر الافريقي جميز بيكسب كولر المباراة الدوري برضو بيكسب فهتلاقي نفسيا هنا اعلى شوي اخر مباراة الزمالك بيكسب فالنهاردة النادي الاهلي مضغوط لعبته مضغوطة جهازه مضغوط هو المطالب بالفوز علشان كده روح النادي الاهلي لازم تكون اعلى كميات الجاري في الملعب لازم تكون اعلى البداية من بداية المباراة لازم تقول وتبعت رسالة النادي الزمالك لا ده انا مباراة النهاردة بتاعتي وهكسبها كرات المشتركة كل الحاجات دي لما بتجمعها لبعض توفيه بكون في صالحك وتقدر تحسن مباراة في النهائة